ملف عائلات تنظيم داعش الإرهابي من المحتجزين في المخيمات ما يزال يشكل قضية لدى الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا ولدى بلدانهم الأصلية التي ترفض استعادتهم وتطالب بمحاكمتهم على الأراضي السورية وفي هذا الإطار تسعى أيلات فرنسية إلى استعادة أقاربها الذين انضموا إلى التنظيم خاصة وأن بينهم عشرات النساء والأطفال العائلات الفرنسية التي شكلت جمعية تسعى للمطالبة بعودة أقاربها المنتسبين للتنظيم قالت لموقع دوشفيل الألمانية أنهم توجهوا للقضاء بعد عدم تجاوب الحكومة الفرنسية مع طلبهم وبالرغم من ذلك تقول الحكومة الفرنسية أنها تلتزم بالقانون الدولي وقد استعادت فرنسا حتى الآن نحو ثلاثين طفلا من تلك المخيمات إلا أنها لم تستعد النساء والرجال ووفقا لاستطلاع أجرته شركة أودوكسا المتخصصة في الاستطلاعات والاستشارات في عام 2019 فإن ثمانين في المئة من الفرنسيين يؤيدون محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق لكن المحامية ماري دوزيي التي تمثل عائلات أربعين امرأة فرنسية في المخيمات السورية قالت إن هذا النهج لا يتوافق مع القانون الدولي وأوضحت أن جرائمهم بدأت في فرنسا وهم متهمون بالانضمام لمنظمة إرهابية وينبغي أن يحاكموا في فرنسا ووفقا للتقديرات فقد انضم نحو 1700 مواطن فرنسي لسفوف تنظيم داعش الإرهابي على مدى السنوات الماضية وهم يشكلون أكبر مجموعة من بين 5000 مواطن من غرب أوروبا انضموا للتنظيم الإرهابي في سوريا والعراق